موسيقى اهلا وسهلا بحضرككم النهاردة هنفتح مع حضرككم ملف في غاية الاهمية يتعلق بمفهوم للأسف الشديد يتم استخدامه كثيرا دون ان تكون هناك خطوات حقيقية لتفعيله على الارض المفهوم يتحدث عن ادارة الازمات دايما فيه في اي مجتمع او في اي وقت من الاوقات تحدث بعض الازمات التي تتطلب ادارة خاصة في توقيت بعينه وبخطوات سريعة لأسف الشديد نمر بالعديد من الازمات دون ان تكون هناك ادارة حاسمة تستطيع في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان التقليل من خسائر ازمة ما او السير في اتجاحا لها بمعدلات مرتفعة هنناقش هذا الموضوع النهاردة مع ضفنا العزيز في الاستوديو الدكتور عارف الدسوي استاذ الاحصاء الرياضي وبحوث العمليات بجامعة 6 اكتوبر ونائب رئيس حزب الغد اهلا نزول انا يا فد ادارة الازمات دايما نقول ان احنا عندنا مشكلة كبيرة لما تحصل اي ازمة رغم ان تبقى فيه تحذيرات مثلا مسبقة لها لكن على الارض نجد وكأننا ما كناش نعرف حاجة ونفاجأ بالامر يعني لما تنزل شوية امطار مش هتكلم بقى في سيول يعني لما تنزل شوية امطار تلاقي حضرك الشوارع في مصر ممتلأة في اعاقة لحركة السيارات ما بال حضرتك بالكرثة اللي حصلت والمتعلقة بالسيول احنا بنتحدث عن مناطق في طابة تم تدمرها بالكامل دون ان تكون هناك خطة قد وضعت للتعامل مع هذا الامر طيب اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحين الكلام اللي انت قدمتيه ده في غاية الاهمية لان احنا تعاملنا مع الازمات والكوارث معظم تعامل لاحق مع الاثار وليس تعامل استباقي لوضع خطط حماية ووقائية من هذه الازمات والكوارث بل في الامكان اذا كانت هناك خطط حقيقية مبنية على معلومات دقيقة او بنسميها معلومات حقائقية وتخطيط استباقي للتعامل مع الازمة او الكارثة يمكن ان تتحول الى منفعة كما في حالة السيول والامطار لو احسننا التخطيط وحساب والامور حسابات علمية دقيقة يمكن ان نستقبل كل مياه الامطار ونخزنها سواء كان في الخزانات سطحية او نتركها تنزل الى خزانات جوفية وبالتالي ننتفع بها لاحقا ما يحدث هو اننا نتعامل مع النتائج كانت جيدة او كانت متوسطة او كانت كارثية هذا ما يحدث وما حدث في سيول طابة الاخيرة وقبلها في سنوات سابقة في ما يسمى سيول درونكا وكلام ده كله في السيول ان حدث كوارث وحصل وفيات على سبيل المثال في السيول كان فيه سيول خدت يعني انتهت الى وفاة ما يقرب من 250 شخص في سنوات سابقة عندنا كوارث وانواع معينة منها يجب ان تعدنا الى التفكير في تقسيم هذه الكوارث هناك كوارث طبيعية تحدث ولا دخل للانسان بها الا ان يخطط للتقليل من اثارها الضر وهناك كوارث تحدث للبشر دخل بها فبنسمي كوارث طبيعية وكوارث غير طبيعية الكوارث الطبيعية منها السيول الجارفة والامطار ومسلا الانهيارات الارضية والعصير والعواصف الثلجية والكلام ده كله لا دخل للانسان بها ولا بمسبباتها ولكن يمكن دراسة كيف تظهر هذه الكوارث ومتى تظهر وكيف يمكن الحد من مخاطرها من خلال ما يسمى تخطيط علمي ووضع خطط حماية ووقائية اسمح لقف عند النقطة دي يا دكتور اعطي فضالي محصة السيول في طابة البعض ايه القص دي يعني زي ما حاجة تفضلت الكارثة طبيعية وبالتالي طبيعة البيئة وطبيعة التكوين في منطقة طابة انا شايفين على الصور كنا هنعمل ايه ما هي كده كده السيول دي كانت هتيجي وتاخد هزيه يعني فيه فنادق للأسف الشديد دمرت جاءت ارضا انا اشرت الى شيء معين الكوارثة الطبيعية يمكن ان يكون التدخل البشري فيها يزيد من الاثار الضارة له سلوكيات البشر ممكن تؤدي الى مزيد من الاضرار لان انا عند السيول لها مخرات معروفة والبدو في سينة او في الجبال عارفين مخرات السيول ارصاد الجوية عندنا هيئة اسمها هيئة الارصاد الجوية ولها تنبؤات جيدة جدا وسبق ان نبهت الى هذه السيول وفي المرة السابقة نبهت وفي المرات السابقة نبهت لكن يؤخذ هذا التنبيه بعدم اكتراض كان مفروض نعمل يا فنم الخطوات لما يكون في عندي تنبؤ بسيول سواء التوقيت سواء الحج يكون عندي انشاءات على سبيل المثال تستطيع تخزين المياه لو امكن تستطيع تهذيب مجرى السيول لو امكن وابعدها عن المنشآت المدنية مثلا ممنوع اساسا في ادارة ازمة السيول ممنوع انشاء اي منشآت على مخرات السيول مجيش اعمل قرية سياحية في مخر السير مجيش ابني مباني سواء في القاهرة هنا في المعادي جنب طرق وشوفوها او في الصعيد في مخرات السيول يبقى ممنوع البناء والانشاء لأي منشآت يعني القرية اللي كانت في العين السخنة والقرى اللي كانت موجودة في الطابة في مخرات السيول والبدوى عارفين وفيه كميات مياه كانت مخزنة فوق الجبل كانوا خايفين انها تنزل تجرف ثانيا اما اجي اعمل انشاء لطريق وعارف مخرات السيول بحط مواسير ضخمة تعد المياه من تحت الطريق مش ان اسيب الطريق للسيل يجرفه معاه لان المباني والمنشآت المقامة على مخرات السيول بتوقع لي ان السيل بياخد الرمال اللي تحته او يعني من البداية من البداية فالوقاية والتخطيط للحماية من هذه الكوارث اصلا تخطيط سابق وانا انكن لسه كمان كان في اللقاء بتاعت مع الدكتور شعيف اما كان بيكلم على مهمة مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء وكنت في نتكلم سوا باعتمار يعني في معرفة فبقول له مفروض عندكم في داخل هذا المركز يكون في مجموعة خاصة بالتخطيط للحماية من الكوارث يكون فيها ناس جيولوجيين فيها ناس بتوع ارصاد جوية فيها ناس بتوع زلازل لان ده فيها ناس اطباء كبار لاننا عندي كوارث وازمات ممكن تحدث نتيجة انتشار اوبئة زي ما حصل في انفلوانزة طيور سنة 2006 حصلت الكارثة بنغم التنبيه من منظمة الصحة العالمية بانتشار المرض وانه يعني متواجد على ارض مصر الا انه تم التعامل بعدم اكتراث مع هذه المعلومات وتن لما انتشر المرض وقضى على قطعان كبيرة من الدواجن وناس ماتت ايضا من سبب انفلوانزة احنا النهاردة قدام فيروس جديد اللي هو ايه؟ فيروس الكورونا لا يجب الاستهانة بهذه المؤشرات لان الكوارث والازمات تبدأ بمؤشرات بسيطة جدا تتصاعد بحدة ثم تصل الى القمة ثم تعود تاني وده اللي بنسميه منحنة نشاطية او الاكتيفتي كيرف يعني معروف وده يمكن انا برضو حقشير لتنبيه هام جدا للواء محمد ابراهيم ان معظم الكوارث اللي بتحدث امام وزارة الداخلية وامام رجال وزارة الداخلية بتحدث في فترات تبادل المناوبات وده معروف عن يعني استلام الفترة التانية من الفترة تبادل وده بنسميه في ما يسمى المان ماشين يعني سيستم روليابلتي او النظام المختلط بين الافراد والمعدات او الافراد والتقنيات مواعيد تسليم الفترات او المناوبات الانتقال من منوبة الى منوبة تحدث فيها معظم الكوارث مع مثل هذه الانظمة ما يحدث مع الداخلية من ارتكاب جرائم بشعة ضد رجال الداخلية يحدث حوالين فترة تبادل المناوبات اللي قاعد تعبان وعالاخر كده يعني واللي جاي جديد لسه ما تنشطش اللي فترة الاسترخاء يعني فترة الاسترخاء وده يعني هذا امر معروف احنا بنسميه منحنة منحنة النشاطية او الاكتيفتي كيرف اليو ديستيربيوشن عامل كده الحتة دي والحتة دي اطارة الدول في انها بتدرس كفاءة الانظمة ونشاطية الافراد وكيف يمكن الاستفادة من اكثر ما يمكن تقليل فترة الاسترخاء دي بحيث ما يلحقش حد يستفيد منها ده مهمة وزارة الدولة اللي هو يعني خلينا بشكل عامل يا فندم اه لو في دورية هتستلم الساعة تمامية تمام اه قبلها بنص ساعة وبعدها بنص ساعة لازم الفترة دي يكون فترة يقظة تامة لان معظم الحواجز اللي تم ارتكبها امام رجال الدخلية وفي تفجير منشآت تمت في الفترة دي وفي التوقيتات دي بحيث انه هو بيستغل فترة استرخاء للشغال وفترة عدم يقظة كاملة للي لسه جاي جديد في الدول الخارجية الفترات دي محسوبة ومحسوب درجة وقدرة الشخص على العطاء واقصى فترة ممكنة يمكن ان يعطي فيها عطاء تام الفترات دي متحددة ومحسوبة ومدروسة وده بنسميه الهيومان سيستم ريلايابلتي نظرية الصلاحية للانظمة البشرية ويقابلها ايضا نظرية الصلاحية للانظمة المعداتية او التقنية اللي فيها معدات وتقنيات والكلام ده كله وزمن التهالك للنظام وامتى يكون فيه صيانة وقائية وامتى يكون فيه صيانة دورية تب داي دخلني فيه محطات الكهرباء اه لان احنا بيقولوا ان احنا عندنا كارثة كبيرة جزء من المشكلة هي شغال بصدق عدم الصيانة بشكل كفء وجيد لمحطات الكهرباء وده اللي مخلي المشكلة بهذا الحاجة انا هقول لك حاجة ان كن يريد يكون سمعني صديق عزيز الاستاذ ابراهيم الصياد لان احنا كنا بنتكلم في ضرورة عمل لقاء واثنين حول تهالك الانظمة المعداتية او الانظمة الهندسية متى يتهالك النظام وكيف نستطيع ان نطيل عمر النظام من خلال الصيانة الدورية الصيانة الوقائية حتى لا يتعرض النظام فجأة للانهيار تام ووقتها مش هتنفع لصيانة ولا يحزنون بقى كلامتا كان بنتكلم فيه عشان استيديوهات استيديوهات التليفزيون المصري وتهالك انا قلت استاذ ابراهيم استاذ ساب الاعلام ودخل في الهندسة بس وضحت انا لا علاقة لا لا ده لا النهاردة شبكة الكهرباء عندنا في الانظمة الهندسية هي اما انها بتعمل بالتوالي او بتعمل بالتوازي مع بعضها النظام ده له عمر والنظام ده له عمر ورياضيان محسوب ده ومحسوب ده مش محتاج يعني كلام كتير ويمكن من الحظ ان انا شغلي كان بيرتبط بالكلام ده من ناحية رسالة الدكتوراه كمان فلما نيجي نحسب العمر الافتراضي لاي نظام ده مش كلام يعني للاستهلاك المحلي او الاستهلاك البشري لا ده حاجات لانها ترتبط بعمر النظام وقدرته على العطاء ولفترة قد ايه ثم يجب ان يستبدل النظام او يتعمل له صيانة دورية او يتعمل له صيانة شاملة او الكلام ده كله كل دي امور بتبقى موجودة للأسف نحن في مصر الذين يتعقدون على انظمة هندسية لا يهتمون اطلاقا بالصيانة وتخطيط الصيانة وعقود الضمان للصيانة وقطع الغيار لان انا عندي لما يكون في عندي نظام لازم احطوله احتياطي قطع غيار محددة قد كده ويتعمل له صيانة كذا ويتعمل له صيانة كذا وما يكون عندي سلسلة او مجموعة من محطات الكهرباء التي تعمل على يعني امداد جمهورية مصر العربية بالكهرباء يجب ان يكون عندي مخطة شامل للصيانة كل محطة تدخل انت وبعدها انت واللي بعدها انت بهذا الشكل لان وإلا كل ده بيحصل فيه نوع من التهالك الفجائي ينهر وعندنا اعتقد محطتين كهرباء فرقعهم بسبب عدم موجود صيانة وبسبب عدم ارتباطات جيدة لما يسمى عقود الصيانة او الضمانات للصيانة كلام ده يعني بتروع الكهرباء عارفينه وانا بسمعه وعارفه وبالتالي انا عندي بالنسبة للكهرباء النهاردة الشبكة عمرها الافتراضي في معظم المواقع انتهت تنفجر خطوط او تفرقع خطوط كهرباء شبكة الصرف الصحي شبكة مناظرة شبكة المياه شبكة مناظرة الانفجارات اللي بتحدث في شبكة المياه او في شبكة الصرف الصحي هي نتيجة ما فيش صيانة ونتيجة ان المنطقة دي او النظام في المنطقة يتهالك اصبح غير قابل الا للاستبدال وعمليات الصيانة والترقيع والحاجات دي كلها اصلا حييجي وقت والكلام ده ربنا يسطر وما يحصل شبكة الكهرباء ممكن من الضغط المتزايد عليها تفرقع في مناطق لا تحتمل انها تمرر جهد اكتر من كده اما بنيجي نشغل شبكة الكهرباء حسب دراستي ما يسمى نظريت الصلاحية الاحصائية بنيجي نقول ان الشبكة لا تحمل الى الحد الاقصى وانما تحمل الى مستوى يسمح بالزيادة ويسمح افضل بس الى حد معين اه ما تزيدش عن كذا عشان تتحمل اي ضغوط يعني فجائية طبعا احنا محملش الكلام لا يعني مثلا يكون عندي خمس خطوط بالتوازي وده شغل بسبعين في المية وده سبعين في المية وده سبعين في المية يبقى خمسة في سبعين بتلتمية وخمسين لو اربعة اشتغلوا واحد وقع يبقى عندي كل واحد حوالي ثمانين في المية يتحمل مش لغاية مية في المية يبقى اربعة ممكن يشيلوا الحمل كله لكن مش الخمسة ينهار منهم ثلاثة لو انهار اتنين حينهاروا يعني اكتر الشبك كلها بتنهار وبالتالي عملية الحسابات دي اصلا المفروض انه عندنا مجموعة من المهندسين في وزارة الكهرباء وفي وزارة المرافق المرافق انا دي كل دي مرافق معينة هذه المرافق لابد لها من حسابتها احنا عندنا المفروض ان مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم القرار يكون من ضمن مهامته ده اللي سكتبكة ليه ومعطور شريف ان يكون في من ضمن مهامه مجموعات تعمل في ما يسمى ادارة الازمات انا اصال حكا والتخطيط للوقاية منها احنا دايما بنسمع فكرة غرفة عمليات او غرفة ادارة الازمات لما تحصل ازمة يعني عشان كده قلت في البداية ايه يتشكل غرفة عمليات في مثلا في وزارة الصحة في وزارة التعليم في وزارة مثلا عشان الكوارسة الطبيعية في بعض الاحاني انت قالك في وزارة الاسكان في وزارة المرافق يعني لكن هل من المفترض ان يكون هناك او تكون هناك مؤسسة مستقلة لفكرة ادارة الازمات تكون تابعة مثلا لرئاسة الجمهورية ترفع تقارير دولية الى واحنا مقبلين عن انتخابات ويكون اعوى ده الملف اللي انت اتكلمت علي انه ملف اشرت اليه في منتهى الخطورة ويوضع امام الرئيس المقبل ونتمنى ان يكون يعني بيستوعب الرئيس المقبل مثل هذه الامور ما يكونش كلامه خطب في شارع او في مظهرة من هذا القبيل لان انا اتوقع يعني حسب المؤشرات اللي احنا بنشوفها يعني فوز شخص ما مش هقول اسمه ولا حاجة نتوقع فوزه لكن وهو فاهم وهو فاهم وكان بيعمل في الكلام ده او له رؤية مرتبطة بالكلام ده وبغض النظر عن عن هو مين اقوله قدامك يا سيادة الرئيس المقبل نهنعك مسبقا لكن بنقولك قدامك ملف في منتهى الخطورة على مصر كلها ان معظم الانظمة اللي موجودة في مصر المرافق اللي موجودة في مصر مرفق السكة الحديد على سبيل المثال ده مرفق الكباري والمنشآت دي مرافق الكلام ده كله يحتاج الى ان يكون عندنا ادارة اسمها ادارة الازمات والتنبؤ المسبق التنبؤ المسبق ودراسة ووضع خطط حمائية استباقية ما ننتظرش لما الكارسة تحصل اعملها ايه اما اجي اول هيئة الارصاد الجوية عندنا بتنبه الى بالتحديد انت هيكون فيه امطار وانت هيكون فيه امطار تقيلة وانت هيكون فيه سيول الامطار ده على سبيل المثال لو جات بشكل كبير جدا جدا بتدينا السيول والفيضانات لو قلت بشكل كبير جدا بتدينا فترات الجفاف ورياضيا دول يعني دراسة عكسية مع بعضهم فيما يسمى theory of extreme statistics يعني والاثنين دراسة ونتائج رياضية واحدة فاما اجا اقول له انا عندي مشكلة ازمة مياه اه ده صعبة جدا اما اقول له عندي ازمة سيول وعندي كوارف وفيضانات الاثنين فين الجهة اللي تتلقى وعندي ازمة مرور وعندي ازمة مياه متعلقة بدولة خارجية وهي سيول يعني عندي ازمات كبيرة تتلطط مفروض يكون عند حوالين الرئيس المقبل مجموعة استشارية مخلصة تقول له الصدق ولا تصدقه تصدقه ولا تصدقه ويكون عندها القدرة على الدراسة ويمكن لست كنت بتكلم عن ترشي بقولت له والله المفروض في مركز معلومات مجلس الوزراء ده ودعم القرار يكون في مجموعة الشرية كبيرة وفي مصر مجموعة من الخبراء تستطيع وعندها الرغبة تقدم لمصر ولا تطلب من مصر شيء إلا أن تقدم المشورة الصادقة للرئيس القادم ونرجو أن يكون لديه أذن صاغية والله سبحانه وتعالى الملفين اللي هو ذكرهم الأمن والاقتصاد ما هم دول اللي جايين إيه في القرآن الكريم مش هنبعن أطعمهم من جوع وأمنهم وآمنهم من خوف وبالتالي ملف الأمن وملف الاقتصادي أو ملف فرغيف العيش أطعم من جوع وأمن من خوف لو انتبهنا للملفين دول والرئيس القادم انتبه للملفين دول حيشجع كل شيء طيب وأن يكون هناك رؤية للتعامل مع الأزمات قبل أن تقع بالفعل استباقية استباقية أنا بشكر حضرتك دكتور عارف الدسوئي أستاذ الإحصاء الرياضي وبحوث العمليات بجامعة ستكتوبة نورتنا وإن شاء الله يحضفنا في ملفات قادمة خانا مصر هقول حضركوا هذا الخبر العاجل إصابة خمسين شخص في مشاجرة بين عائلتين في محافظة الغربية بين قريتين في المحافظة تمت هذه المشاجرة والأمن استطاع حتى الآن السيطرة لكن للأسف أصيب خمسين شخص محولي بس في نهاية هذه الحلقة أقول حضركوا أن هذه هي آخر حلقة لي مع حضركوا في برنامج مصر في يوم بدأت هذا البرنامج أنا والزميلة مونة سلمان منذ ما يقرب تقريبا من عام حاولنا أنا والزملاء في الفريقين باجتهاد ومصابرة أن نحن نقدم لحضراتكم منتج إعلامي يليق بالرأي العام المصري أنتم تستحقون الكثير نحن نحاول دائما أن نقدم لكم الأفضل نجتهد ننجح في بعض الأحيان ولا ننجح في أحيان أخرى ما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطف إنه منا نعتذر عنه لكن عندنا من غدا إن شاء الله خريطة جديدة لقنوات دريم قنوات دريم واحد واثنين سينضم إلينا عدد من الزملاء الجدد وستكون هناك قريطة للبرامج موجودة الزميلة مونة سلمان ستتواصل معكم في برنامج مصر في يوم من السبت إلى الأربعاء هتنضم إلينا أيضا الزميلة إيمان أبو طالب في برنامج اجتماعي الباب المفتوح وهتنضم إلينا أيضا الزميلة هبة الجرحي في برنامج كبير برنامج كعب عالي هيتواصل مع حضراتكم أيضا أنا سأتواصل مع حضراتكم من خلال العشرة مساء يوم الخميس والجمعة إن شاء الله من كل أسبوع وطبعا هيكون معاكم الزميل العزيز الأستاذ والي الإبراشي من السبت إلى الأربعاء انتظرونا نسعى لتقديم خدمة جديدة لحضراتكم شكل جديد لحضراتكم نسعى للاقتراب منكم لأنكم تستطيعون أو يعني بالفعل بالفعل تستحقون أن تكون هناك خدمة إخبارية وخدمة إعلامية محترمة لحضراتكم انتظرونا وخريطة جديدة بشكر كل زملاء الأعزاء اللي اشتغلوا معايا في برنامجي مصر في يوم وأتمنى كل التوفيق للزميلة مونة سلمان والفريق عملها خلال الأيام القادمة إلى اللقاء